بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصفقة الثامن الرياضيات الوحدة الثامن المجسمات درس معامل التغير من صفحة 124 لصفحة 126 أن نعلم إيمان قرعيشة الحصة الثانية الحصة الماضية كنا قلنا عن معامل تغير قاعدته وهو نصف القطر الجديد على نصف القطر القديم قاعدة هاي الحفظ القواني راح نستخدمه بهذا الدرس أنه حجم الكرة بعد التغير يساوي معامل التغير تكعيب ضرب حجم القرى قبل التغير يعني هون حجم بعد وحجم قبل حجم الكرة اتفاقنا ممكن احط بدل معامل التغير احط ألف تكعيب ضرب حجم الكرة قبل التغير مساحة الكرة بعد التغير ماذا تساوي معامل التغير ايش له تربيع ليش تربيع لأنه مساحة هذا كتكعيب لأنه حجم ضرب مساحة القرى قبل التغير تدريب 2 سطحة 124 لدينا بلون كرو الشكل مساحة سطحه 125 باي سنتيمتر مربع بلون كرو مساحة سطحه 125 سنتيمتر ماذا أصنا فيها؟ قبل التغير ما أعطينا هنا مساحة هاي المساحة قبل التغير أو بعد التغير؟ أحسنتم هاي المساحة قبل التغير لسه بحكينا عن البلون انه هذا البلون الموجود قدامكم مساحته 125 يتصرب منه الماء بشكل منتظم يتصرب منه الهواء بشكل منتظم بحيث يبقى محاوضا على شكله الكروي اذا هذا البلون يتصرب منه الهواء ماشي؟ بس انه ضل كروي وفي لحظة ما أصلحه نصف قطره 2 على 3 نصف قطر الصابق يعني هاي 2 على 3 ايش هاي معطينا هون؟ معامل التغير لأنه تغير ماشي؟ جد مساحة سطحه عند تلك اللحظة يعني بعد التغير ولا قبل التغير إذن يحكي لجد مساحة سطحه عند تلك اللحظة يعني ايش هون؟ بعد التغير إذن بلاحظه بهذا السؤال في اشي قبل التغير في اشي بعد فعلى طول إذن هل يحلو على قاعدة اللحنا تعلمناه بهذا الدرس بما أنه بحكي عن مساحة رح أخذ المساحة بس مساحة قبل ومساحة بعد في عنده هون مساحة الكرة أو البالون الكروي مساحة الكرة بعد التغير اللي هو طليفها بالجواب اللي هو الجد طليفها جد بعد التغير إذن هاي بعدها يساوي اللي هي ألف إيش لأنها مساحة شو أحط لها تربيع معامل التغير ضرب إيش؟ اللي هي مساحة الكرة قبل إيش التغير قبل التغير هلأ نجي نطبق بهو بدو المساحة بعدها المساحة بعدها التغير يساوي اللي هي ألف معامل التغير بهدا السؤال كانت معنا قديش اتنين على ثلاثة فرح أعود هون اتنين على ثلاثة تكعيب ضرب مساحة الكرة قديش مساحة الكرة ما أعطينا إياها مئة وخمس وعشرين باي مئة وخمس وعشرين باي من كعب اتنين تكعيب عبارة عن ثمانية ثلاثة تكعيب عبارة عن تسعة تلاثة أسفة هون تربيع إذا هون ال거 كذلك لما قديش مساحة أضرب ثلاثة تربيعي يعني تمانية ضرب مية وخمس وعشرين باي يوم اضرب اربعة ضرب مية وخمس وعشرين بطلع معي الجواب خمسمية المقام تمانية باي طبعا لانها مساحة سنتيمتر مربع هادا الاجابة ايش مساحة بعد التغير هلا انت في وعى تدريب ثلاثة تدريب ثلاثة بحكي عنا قالب سلج الصواني حجمه ستة وثلاثين باي سنتيمتر مكعب اخذ بل ذووبان بشكل منتظم وفي لحظة ما كان المعامل لتغير اثنين من عشرة جد حجم القالب في تلك اللحظة اذا مهل مناسا beni se persIR البداية معطينا حجام هذا الحجم ماله قبل التغير اذا به Михneradoام بنعطينا ايه قبل ايش التغير هلا لذن ابو اخذ بل ذوبان ب inevitable وفي لحظة ما كان المعامل لتغير اغريتنا كتاب fue ع담 Using the laws ofстран Kill, 19 هي معطنية معاملة التغير نجد الحجم القالب في تلك اللحظة ما يعني في تلك اللحظة؟ يعني ايش؟ بعد ايش؟ بعد التغير اذا بكتب القاعد اللي احنا تعلمناها بما انو بحكي انه هون في عند السؤال حجم اذا رح استخدم القانون الحجم حجم قبله وحجم البعد اذا رح نكتب هون حجم طبعا دايما هون حجم الاسطوانة بعد التغير دايما عجيهة اليمين بحطة بعد التغير دوساوي اللي هو الاف اللي هو معاملة التغير بس لانو حجم شو احط له تكعيب ضرب حجم الاسطوانة طبعا اذا هون كان بعدها شو بديو حط هون احسنتم قبله بحط هون قبل التغير هلا الخطوة التانية رح اعوض الاف تكعيب معطينا ايها بسؤال 2 من 10 فاذا رح اعوض هون 2 من 10 تكعيب ضرب ادي حجم الاسطوانة قبل التغير اللي هو معطينا ايها بداية السؤال 36 باي 36 باي 2 من 10 تكعيب بقدر هيكتبه بطريقة تانية ذي هيك 2 على 10 تكعيب ضرب 36 باي تكعيب تكعيبها بكعب على المقام بصير 8 على 1000 ضرب 36 باي يوم اضرب 8 ضرب 36 بطلع العدد ماي 228 على 1000 باي طبعا لانها حجم و الوحدة سنتيمتر مكعب سنتيمتر مكعب السؤال الاخير لليوم نعطينا هون انه حجم معانا حجم معانا حجم كرات العيد كان حجمها 1 صحيح 3 من 10 باي سنتيمتر مكعب طالب انه بحكي انه هاي الكرات الكعك قرر انه صغر من الشكل من الحجم تبعها الى السلتين مايجي يحكيلي انه صغر حجم هاي الكرات للسلتين العدد سلتين هاد هذا السلتين بعد اكتبها هيك 2 على 3 ايش هاد 2 على 3 ممتاز هذا معامل التغير طيب كان حجمها قبل مايصغيرها قديش كان الحجم قبلها هذا حجم قبل التغير اذا طالب ما حجم الكرة بعدها عطول بكتب القائد اللي انا قلنا لكم رح نطبق عليها بهذا السؤال انه الحجم الكرة بعدها التغير يساوي اللي هو الف ايش عليها لانه حجم تكعيب ضرب ايش حجم الكرة قبلها هاي هنا قبلها هاي هنا بعدها قبل التغير الف تكعيب قلنا 2 على 3 2 على 3 تكعيب ضرب حجم حجم القبلة اللي هو معطينا السؤال 1 صحيح 3 من 10 او 4 يجب الاسم اضرب ثلاثة عند السؤال ثلاثة يجب الوضرب الاش attached سوف نقسمها على سبعة وعشرين وما نقسمها ، سوف نقسمها وقسم العدد الموجود قد أنكم من الماضي الموجود على الأداء سنتيمتر مكعب 8-13 ظل 104 ثم بعد نزله على سبعة وعشرين وقسمناها أخرى ثلاثة مية وخمسة وتمانين من ألف السؤال 2 صفحة مية وستة وعشرين احكينا لدينا قصواني دائريه من المعدن تتمدد بفعلي الحرارة بشكل منتظم وفي لحظة زادت أبعدها بمقدار الضعفين الضعفين يعني أكيد مضروبين يعني اثنين صح ولا لا هذا معامل التغير هذا ايش معامل التغير ماشي وهذا الحجم ايش قبل التغير هذا قبل التغير شو طالبنا جيد الحجم القصونة في تلك اللحظة يعني ايش بعد التغير ولا قبل اكيد بعدها اذا بجيب اكتوب هون انه حجم القصونة بعد التغير وساوي اللح نحكي ألف معامل وتغير ماله تكعيب ضرب حجم القصونة بعد التغير ألف قديش حكيين اثنين تكعيب عليها تكعيب لانها حجم وحجم القصونة هي العدد انكتبنا اثنين تكعيب برا عن تمانية تمانية ضرب هذا العدد ايش الوحدة؟ تمانية ضرب تمانية ضرب تمانية ضرب تمانية ضرب تمانية ضرب